من هنا من أستاذ راشد في دبي في لغاء الديربي بين الشباب الاهلي والوصل الوصل لتعزيز الصدارة وشباب الاهلي لخطف الصدارة كونوا معنا على منصة رادار سبورت فور اول أهلا بكم موسيقى ما يبعلك الأمبارات لعيبة يبوني نفسون على الدوري لا تقول لي ناكس لا تقول لي ظروف لا تقول لي إصابات لا تقول لي مدرب في ملعبك اليوم والوصل فايز عليك مبارتين كاس الصلاة اليوم رد عليهم في الملعب وخذت ثلاث نقاط وخذت الصدارة أخدم نفسك بنفسك اليوم أي نتيجة غير الفوز توقع نتيجة سلبية لنا قبل التوقف ما توقع مع احترامي الليمة من أفضل اللعيب عندنا في الدوري الإماراتي لكن الوصل السنة عنده دكة عنده مواطنين عنده محترفين ما يوقفون على لاعب حيال أنا شو أقول عن نادي طول الموسم إصابات محترفين مواطنين مقيمين البطل ما عنده يعدار ما توقع لي ما يأثر على منظومة الوصل هذا توقع الشخصي أتوقع اليوم الوصل ما يحتاج لي ما ولا غيره 11 لعب لي ما في الملعب ولازم ردهم يكون في الملعب يعني ما في عذار على الفريقين اليوم أي فريق بمن حضر نتمنى نطلع امباراة بشكل جميل الكرة الإماراتية الكل قاعد يشوف دورينا بين الأول والثاني امباراة الصدارة بيقولك هذا يتكلم على المثالية لا أنا أقول وأرد وأقول للجمهور اليوم نبقى الامباراة تطلع بشكل جميل الفائز مبروك والخصان هارد لك ترا في النهاية الجماهير كلهم إخوان وعيال عم وأهل وكنا نمثل إمارة وحدة ودولة وحدة نبتعد عن التعصب الكل يشجع فريقة ناوش بحدود اللي بيفوز بنقوله مبروك والخصان هارد لك وكنا ما نبقى نقصر بأمانة لأن هاي منافسة ومنافسة شريفة في الملعب خارج الملعب صدارة ممكن تغير وجهتها اليوم للكسيس إن شاء الله يا رب الصدارة التم اليوم في الكسيس ونستمر في الصدارة قبل انتقالات شتوية وقبل السوبر ويكون شيء إيجابي ودافئ لأنه احنا فريقنا نتعودنا عليه بهاي الظروف دايما يكون منافس ويكون بطل وبينه بين الأول ثلاث نقاف رغم سوء الأداء ورغم المشاكل اللي أدنى وفيه انتقالات ختوية إن شاء الله اليوم بتكون الدبي حمراء والصدارة حمراء وإن شاء الله جمهور النادي بيفرح بعد المباراة ولعيبتنا قدها إن شاء مباراة مبسهلة مباراة صائبة مباراة للصدارة بس اليوم تفوز تفرق عن المركز الثاني خمس رقاطة اليوم العين فاز فتوقع الفراغ الثاني يالس يتخدم كتلام تخدم عمرك اليوم غياب ليما اليوم ممكن يأثر على الفريق والله من بداية الموسم نحن تعودنا الموسم هذا عدنا دكة قوية فإن شاء الله اليوم الجماعة والليداشر ليبادين يكونوا نقدر مسؤولية إن شاء الله بذل الله بيحافظ نحن خلاص هالمباراة سكب شاب الله ليزبي ما يخوفني غياب ليما اليوم ممكن يأثر الواصل بيما نحضر ما في حد بيأثر على الثاني اللي بيغيب يغيب ما بيقدر يلعب عشان سعادة نظارات ولا طرد ولا إنها متعور الغيابة تمش معترب نسبة المباراة طرح السنة أوكي لا بترمس عن العام واللي قابلها واللي قابلها أوكي غيابة بيأثر فينا وايد بس السنة لا تعاد لي الحمد الله بس مباراة كانت حلوة والفريغين يعني أدوا مباراة جيدة كيف تشوف الفريغ شاطئ؟ إن شاء الله تمنى لهم كل خير وإن شاء الله بيفوزون والله الحمد الله في البداية طبعا بدينا مباراة بطريقة متوزة هجومية واستفدنا من الربكة اللي كانوا فيها دفاع الوصل واستطعنا نسجل هدف الحمد الله لك الحمد وطبعا من هجمة واحدة مرتدة من النادي الأهلي يعني خسرنا الكرة في خطة الوسط ورجع وسجل الوصل من هجمة واحدة فقط شباب الاهلي غادر يجاعشوطة الثانية؟ هدوهو أعم شباب الاهلي إن شاء الله اليوم يصدر الدور بإذن الله تعالى إن شاء الله اليوم المباراة ينفر فيها بإذن الله تعالى ليش الحكام؟ شديد هاي مو بأول مرة Ha 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 نبقى حكام أجانب بس ما نبقى شيء تبديل الحكام نبقى حكام أجانب يقول نبقى حكام أجانب الحكام ليس يزعلون الحق ليس يزعلون الحق كلام الحق محن يزعل منه والله العظيم القرار مبع القرار في إيد الحكام أصلا الكرة واضحة نمست لإيده علي الصالح وراح رفع أقلها لعب الوصل هرائيس وسجل الهدف وليش الفار ما شيني ولا بس الفار حق لنا حنا يخترب شباب الأهلي ممكن يرجع الشوطة الثاني؟ إن شاء الله يا رب بس أتمنى من هذا الحق أن يعطينا حقنا شوية إن هاي ثاهد المباراة ونفس الأخطاء ونفس الشيء ونفس الأخطاء اللي يكررها ضدنا نحنا عيم المباراة كانت بين فريغين المباراة قوية وإن شاء الله نعوض الشوطة الثاني وضيعنا فرص فريغ الثاني بعد الوصل فريغ قوي وضيع بعد فرص وإن شاء الله شباب الأهلي ممكن يرجع الشوطة الثاني؟ إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله الجمهور هذا الجميع اللي حضر إن شاء الله بدنا الله مبيعين على الفاضي إن شاء الله ياخدون ثلاث مغات وإن شاء الله بدنا الله نوصل للصدارة باتتم عندكم إن شاء الله بدنا الله بشي نبقى نتكلم عن مباراة اليوم اليوم الليل يبدع صراحة بس حكام يظلمونا اليوم نطالب الحكم يعني نركز شوي وإن شاء الله جدام حين ننسى هالنباراة ونركز السوب رهم شي إن شاء الله ناخذ النهائي بعدين نحتفل في صار المكتوب ونهاني نحتفل إن شاء الله كوزمند سامحني بس ما تمشي جدام لأهلي ميضينا بسبب الحكم الحكم خارب فريق كامل خارب الحكم اللي كسروا اللعيبة وحكم ما يعطيه كارت ولا شي شوية أي حكم هذا يوقع حكم الجانب أحسن من الحكم هذا ما ينفع تعادل يخارب فريق كامل يلعبون وكشوش عادين حيلهم أحسن من الحكم يخارب فريق كامل حسن من الحكم فريقك ما حافظ على الهدف وتسجل عليه صحيح اللعيبة ما حافظ على الهدف وبسبب الحكم ترى القولة اللي سجلت للوصل سبب الحكم بعمت متعود طائع حتى ما صفرت كما شايف اللعبة طائع ولعبت كاملت اللعب يبون حكم الجانب أحسن من حكم الإمارات والله شو محتاج شباب اللاهلين يرجع في الشوط الثاني شو الله يرجع الشوط الثاني شو اسمه أهم شيء دفاعه بس يسكر دفاعه وخلاص يشير كيف سوف الثاني يعتك العاينة أبو يا ياي والله العظيم ياي باتش عندي دوان بس هاي اللعلي يفوز وأتوكل على الله يفوز على إن شاء الله يجب النتجة على ثلاثة واحد وأتوكل أروه ويشير الصدارة حق الله اللي اليوم أول شيء أنا بأتكلم عن موضوع نفسها المباريات صراحة نستعين بحكامها جانب صراحة حكامنا مش حكامنا يعني طيحت أحمد جميل صراحة فاول وسجلوا فريق الوصل الهدف ولكن نحن الجمهور الأهلي نستعين بحكام أجانب نبغي إدارة الأندية مثل المباريات مبارات الأهلي الوصل وللعين الوحدة مبارات قوية نستعينه بحكام أجانب حكام أجانب نبو حكام أجانب بس إن شاء الله يغيرون المدرب والمورة طيبة شو السبب الخسارة اليوم؟ والله ما نعرف شو نقوله خلاص هكا بعض ضدنا يعملتي يا أخواني نبغي حكام أجانب دخيلكم نبغي حكام أجانب والله نادي مظلوم والله مظلوم كمتن فريقك مو أحافظ على الهدف؟ وغلط مش مش بس بالحكام الغلط أصلا وغلط مدرب خلاص مدرب ما يحاول شو يبدل يا أخي نحتاج صفقات نحتاج دفاع لبعض هره مثل الناس خلاص نيمتن بالتم ما بناخذ شيء بموسم صف ريال موسم شو نسوي والله شو ندرب صراحة من الآخر تباهم لها ندرب يعني ما تعرف تبديلاته على على تكتيكه ما تعرف ما تعرف والله قلت ريالك لين دقيقة ثمانين عصي يبدل لك الععب وثانيا الوصل الفريق قوي الوصل ويد ويد فريق قوي يعني الصراحة يسهل الصدار يمكننا من الإدارة واللعيبة ما أدوا بشكل جيد هذا هي سبب الخسارة السبب الوحيد أمور من المدرب اللعيبة يلعبون بنكس وأمورهم طيبة يعطيهم العافية بس المدرب يعني لا تبديلات تأخير في التبديلات من منول الموسم عندك مباراة النصر انطردنا فهجزين ثلاثة واحد يعبونا ليش؟ تأخير في التبديل مباراة الشارجة ما تهاجم ياب قول سكر وراه أكيد أنه قول بيتش عليك يعني القول لكن يعني نتمنى من الإدارة يعني شوفوا الموضوع المدربة حال المدرب حتى لا في الحارة ما لعبنا هذا وإدارة استغفر الله أخاس منه النادي وين بيصل؟ ما بيصل مكان حبيبي ها مدربة؟ فريق ساوري اللي بزولك ثلاث مرات ساعة ريال شح؟ خصة من بالله وعد عن الإدارة كيف ساكت عن المدرب مادري أنا صارت اليوم تخوفكم لنهاي السوبر؟ مش هي ما تخوف بها المدرب ها الكتل والله ما يودينا مكان لا يخصل المدرب حتى ليدارة حتى لا 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 هذا بإختراع يديد ياب أي لعيب الله يديك حبيبي المدرب والإدارة صفر على الشمال ما ينفعون والله أنت كيف المدرب كم تبديلاته كلها غلط؟ كلها غلط أنت حين اعتبات هاجم اطلع مهاجم مثل إيقور نسين؟ صفر اعتبات هاجم اطلع إيقور أنت حين في ملعبك أنت لازمة هاجم ممتدخل الارتكاز أمدخل لي هذا عطارك أحمد الله يبارك فيك الدبي ما يليق بها إلا اللون الأصفر هاترك مواجهات على هذا الهريق أتمنى كل مبارياتنا ضد الشباب الأهلي فريق الحمد لله سهل ونعرفه لزين يعني والصدارة دايما صفرة والسنة الفرق اللي تواجه الوصل لازم تحاسب لأن الوصل ما يمزح الوصل فوق مكانة توب متر ومتر ومتر اليوم أنا أقول لك تصريح رسمي من الامبراطور إقالة المدرب ليش؟ ثلاث مرات كل الصحفيون يصرحون من بعد الساعة عشر أنا من الحينة أول تصريح ونتريه مجرد ثلاث نقاط خذناها من فرعنا الثاني وننكلم من الدرب كمل دربنا ما في فريق أكبر من الوصل كلهم مستواء من نفس الشيء الحمد لله والقادم أفضل إن شاء الله الأمر الطبيعي بالنسبة لدبي فهي صفرة واسمها القديم الوصل وبتم الوصل حتى لو خذت اسم دبي بارك الله فيك هذا واحد بالنسبة اثنين الوصل وين رايح؟ الوصل الوصل رايح فوق فوق ونقول للوصل صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس صدارة بس يمشي كده كده 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 من يوقف الوصل؟ الوصل ما يوقفه؟ إلا نفسه فقط ما تخاف على الوصل إلا من الوصل ثلاث نصائح الأولى لدور المحترفين موضوع المدرجات لازم يشوفوه لحل هم يشوفوه لحل مش معقول أنت تعطيني جزء بسيط والفريق الثاني الجمهورة مش موجودة شارة تذاكر كلها سولد أوت وين سولد أوت تبعهم؟ وين سولد أوت مالهم؟ ولا شيء نص المدرج فاضي هاي الأولى الثانية للحكام يا أخ العزيز الآن الفيفا يقول لك التلاحم زيد من التلاحم في اللعب حل التلاحم قوي مبارات ديربي على كل تج فاول على الوصل مبارات ديربي الثالثة في تغريدة طلعت من أحد مشجعين شباب الأهلي يقول أن الوصل صغير جدا 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 شو ترد عليه اليوم؟ ما برد عليه إنه الملعب رد عليه وقال أن الجدول بأيام والجدول بيرجع لوضع الطبيعي هذا وضع الطبيعي فأنا وأوجه رسالة لهذا المشجع وغيره خلك في ناديك أحسن أسهل فريق لي هالسن اللحلي مخضنة رايح ياه ستة ثلاث مرات فايزة عني ثلاث مبارات فايزة عني ثلاث مبارات ثمانة ثمانية فايزة اصحي الوصل عن شو ناوي شو ناوي يخلص عليهم واحد ونقضاني منه قادم يوقف الوصل؟ محد إلي كفو والإلي ريال إلي ريال هيرسالة حق الكل إلي ريال يوقف الوصل استمر إن شاء الله. نحن كبار دبي. الأهلي عمره ما كان كبير عليه. الفترة اللي قطعت فيها أحياني سأرجع الحسابات. ميلوش بيربيهم. بيربي الدوري كامل. ميلوش بيربي الدوري كامل. منو راح يبقى بالمسل؟ منو. أنت قولي منو. منو يبقى بالمسل؟ منو يبقى بالمسل؟ يقولون أنت تبقى بالدوري. نحن بالثلاثية. وسن الياه يرجى الله عسوفه. الله يبارك فيك. أول شيء أحب أقول دبي صفرة ودائما بتم صفرة. وأقول هرد لك للوالد ثلاث مهرات. الوالد كان حاضر اليوم وخسر. ثلاث مهرات حين أقول له هرد لك. بس أبقى أعرف بس لك سؤال واحد. كرة القدم فوز و شو؟ فوز و خسارة. فوز و خسارة؟ كيف نحن لا نعف شهن خسارة؟ منو يراح يوقف الوصل؟ ما في حد وقف الوصل. على هالأداء. والرجال اللي عندنا في المنعب. ما في حد وقفنا. دي الفوز هذا سمو الشيخ أحمد فراشد. والوصل متعود هالموسم. ما يخسر. أهم شيء خلصت عليهم ثلاث مرات هالموسم. درب درب. بجميع عندهم. الشباب والألي ودبي. ساير راد مخلف. عتمين صفرة. دوم. ما بشي يديد هذا. الوصل يوقف نفسه ما حد يوقفه. الحمد لله توفيق من الله. وإن شاء الله الاستمراريه في الدور الثاني. شو ستفوق الوصل في الموسم؟ لحمة اللعيبة والإدارة والجمهور. كلهم عائلة وحدة. فالحمد لله الله وفقنا. وإن شاء الله استمراريه. وبعد نحن في بداية المشوار. هذه الصدارة كانت من بداية جولة ثالثة. الحمد لله. أشكر اللعيبة على القطار لين آخر دقيقة في المباراة. فالحمد لله. عصدارة. موسم طيب لنا. وتخيل أنه أنا في الشهر. أفوز ثلاث مرات على الليل. رايح راد رايح. وبعدهم يتكلمون الوصل والوصل. وأنا زعيم دبي وأنا وأنا. وأنا زعيم دبي. دبي صفرة. دبي صفرة من زمان عمي. دبي من بداية الدوري هي صفرة. رايحة 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 رايحة. أنا بس عندي نقطة. أبغي أتكلم فيها. رق جمهور شباب الأهلي اللي ياس يقول وإنا بطولاتي 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 انت على المسمى اليديد أول بطولة لك. إذا أنت بتتكلم عن قبل كنادي الأهلي صحيح أنت عندك بطولات. على المسمى اليديد أنت أول بطولة كيف تقيрий تقول والله بطولاتي بطولاتي رايحة حسابات. نتراياك في الجولة الثانية. جمي يهمنى الشباب الأهلي ونا موشوب الأهلي. الدوري رايح للوصل والوصل رايح للدوري إن شاء الله بإذن الله مسألة وقت الدوري طويل لكن ما إشارات كلها رايحة للوصل من راح يوقف الوصل؟ الوصل نفسه ما أعتقد فيه فريق قادر يوقف الوصل في هالظروف نحفزنا على تلبه وعلى الأهلي وإن شاء الله هالموسم إذا كرت القدم فيها نصاف تنصف جمهور الوصل وإستاهل سيدي سبو الشيخ أحمد بن راشد إنه يفرح في الدوري هاي السنة شخبارت؟ بخير والحمد لله مبروك الفوز؟ هاي كم فستو؟ نعم واحد مستانسة؟ ترجع حتى الوصل راوية؟ بس إن شاء الله الفوز كل يوم بعد حتى لو فابيا ما موجود حتى لو مانا العبد الفوز كل شيء إن شاء الله يبون دوري يعني؟ هاي بسي تترينهم يبون دوري؟ هاي بتشلين الدرع؟ قولي قولي حتى اللي صالح رسالك قولي أنا بانح تبلي بساحبيل بالدوري أباح تبلي كل العالم حتى حتى يصوغ بث بقول حق فابيا يي عندي يصوغ معي بعد إهداء لجمهور الوصل حلو؟ يا موتياتي يا سلام خاطيري وأنا حبك يا وصلاوي ألف مبروك لنادى الوصل سلام طبعا الله يبارك فيك وبارك لمجلس إدارة الوصل قلت لك سابقا إن تعب ويعني درس الأمور ودرس احتياجات فريق الوصل وغير طبعا أشكر جمهور الوصل اللي تفوي الفريق والوصل مو بغريب على الوصل لأن الوصل بدع في المباراة كاس الخليج العربي وكملها واليوم في الدوري ماشي برتم يعني ستيب باي ستيب خطوة بخطوة ما شاء الله عليه بالأضافة لأحيي المدرب صراحة ميلوش ميلوفيتش اللي عرف يوظف اللعيبة أحسن توظيف صراحة وأقول لميلوش كمل الصدارة وكمل نفس الخطة وإن شاء الله تعود الأفراح الوصلوية والدوري يكون وصلاوي بإذن الله يعني صراحة نادي الوصل عمل مجهود كبير صراحة أنا أقول لك أشكر مجلس دارته واشكر جمهوره واشكر كل محبين نادي الوصل على هذا الانتصار صراحة لا داره بس خالصة لا في الدوري ولا في الكاس وطرد لك عندي تصرح سابق قلت من الوصل يرد كل اللي ديها تحتيب جدول ترتيب الوصل رد كل اللي ديها تحتيب جدول ترتيب الوصل رد خلاص خلاص ينسون أنا مروح مشات الدوري كيف أنا أبغي غايب ما عندي لعيبة عراحتي فوز اثنين ثلاث خلاص الدوري شي عادي وزنع شباب الأهلي فايز علي رايح راد ما بشي جديد يعني اللهم البطولة تختلف في الدورية أنا ياهي واثق من الفوز يعني وأقول الجمهور الوصل يعني يحتفله واثنين وخمسين يوم وعيشوا أنتوا أباطرة الزمان هذا المكان مكانه وزمان زماننا اليوم اليوم حلوة عمانية ياهي من هناك من الوصلوية هي فرحة الفوز أنا ياهي وفايز وعارف أني أنا بفوز وياهي مقدم حد الجمهور حلوة يعطيك نعم الجمهور الوصلوي هذا إن شاء الله بيفرح لنهاية الموسم نحن متعودين إن شاء الله وهذا الأساس والوصل دايما هو وصل الإمارات بناك الحلوة في نهاية الموسم؟ الحين هو نهاية الموسم إن شاء الله إن شاء الله مش بطولة أكثر عن بطولة إن شاء الله من هنا من أستاذ راشد وبأمر الامبراطور دبي صفراء الوصل يحتفل بلغبة الشتاء ويتخطى جميع المنافسين الصدارة للذهب كونوا معنا على منصة رادار سبورت فور أول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة